السلام عليكم أعزائي أتمنى أن تكونوا بألف خير مرحبا بكم معي مرة أخرى في درس جديد من دروس مادة الرياضيات سنتعلم اليوم كيفية توحيد المقامات طبعا هناك أكثر من طريقة لتوحيد مقامات الأعداد الكسرية لكن قبل أن تعرفوا على هذه الطريقة للتوحيد المقامات لا بأس نعرف الأهمية ديالتوحيد المقامات لماذا نوحد المقامات إذن توحيد المقامات يساعدنا على مقارنة الأعداد الكسرية يعني في بعض التمارين اللي كتكون فيها أننا خصنا نقارنه بين عددين كسريين فكيكون ضروري أننا نستعملوها الطريقة ديالتوحيد المقامات كما يفيدون في عمليتين مهمتين وهما عمليات الجمع الأعداد الكسرية وطرح الأعداد الكسرية إذن كما قلت سابقا بالنسبة للتوحيد المقامات هناك أكثر من طريقة لتوحيد مقامات الأعداد الكسرية سنحاول نترق لجميع هذه الطرق ونعطيكم مجموعة من نصائح باش أنكم إن شاء الله دائما أثناء توحيد المقامات تنزل العمليات بشكل صحيح وبدون أخطأ إذن أول طريقة باش كنوحد المقامات وهي الطريقة السريعة ناخد مثلا هذه العددين الكسريين ثلاثة على خمسة وواحد على أربعة إذن ثلاثة على خمسة ثلاثة هو البسط وخمسة هو المقام ثم لدينا واحد على أربعة واحد هو البسط وأربعة هو المقام إذن لاحظوا معي هنا المقام هنا لدي خمسة وهنا لدي أربعة إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذين العددين الكسريين لهما مقامين مختلفين إذن شنو هو توحيد المقامات؟ أننا رجعوا لهم رجعوا المقام ديالهم يكون نفس العدد إذن شنو الطريقة البسيطة اللي كنستعملوا وهي أولى الطرق اللي هنتقاصم معكم هي أننا بكل سهولة أننا كندروا عملية الضرب 5 في 4 ثم نحدد الكسر إذن عندما سنضرب 5 في 4 تساوي 20 إذن نقول أن المقام الموحد بينهما هو 20 إذن كنكتبه 20 في المقام إذن هنا كيبقى لنا البسط ماذا سنكتب في البسط؟ إذن هنا كنرجع البسط هنا عدنا 3 إذن هذه الثلاثة نضربها في 4 يعني هذا البسط هذا كيتضرب في المقام ديال العدد الكسري الثاني إذن نحصل على 12 وبنفس الطريقة البسط الثاني وهو 1 ستضربه في مقام الكسري الأول إذن 1 في 5 تساوي 5 إذن هذه طريقة سهلة وبسيطة لتوحيد المقامات أعيد مرة أخرى باش نوحد المقام أنني يكفي نضرب البسط المقام في المقام 5 في 4 فنقول أن المقام موحد هو 20 ثم 3 البسط ديال العدد الكسري الأول أضربه في مقام الكسر الثاني وبنفس الطريقة بسط العدد الكسري الثاني نضربه في مقام العدد الكسري الأول لنأخذ مثالا آخر 2 على 7 3 على 5 ممكن أنكم تاخدوا ورقة وتوقفوا الفيديو وتحاولوا تطبقوا الطريقة التي أعطيتكم ونصحح بعد ذلك إذن لنقوم بعملية تصحيح إذن ماذا قلنا؟ قلنا بأننا نأخذ مقام العدد الكسري الأول ونضربه في مقام العدد الكسري الثاني سبعة في خمسة سبعة في خمسة كم تساوي؟ تساوي خمسة وثلاثون إذن هذا هو المقام الموحد خمسة وثلاثين إذن هنا رح نلقينا المقام يبقى لنا البسط إذن ماذا نفعل؟ إذن نضربه لاحظوا إثنان هذا العدد البسط الأول نضربه في مقام العدد الكسري الثاني إثناني أضربها في خمسة إذن تساوي عشرة ثم ثلاثة بسط تاني أضربه في مقام العدد الكسري الأول ثلاثة في سبعة تساوي واحد وعشرون إذن نتمنى تكون طريقة واضحة الآن إذن نمر الطريقة أخرى إذن لاحظوا معي مثال آخر ثلاثة على أربعة خمسة على إثنى عشر إذن هنا نبغي نعطيكم طريقة ثانية اللي نبغيكم أنكم تركزوا لها جيداً قبل ما تقوموا بأي عملية ديال توحيد المقامات اللي هي ماذا؟ أول شيء كنقوم به قبل توحيد المقامات هي أنني كنترح وحد تساؤل مهم جداً هو أن كنترح جيداً المقام اللي عندي هنا لدي أربعة وهنا لدي إثنى عشر إذن قبل أن أقوم بعملية توحيد المقام أطرح التساؤل التالي هل هناك علاقة بين الأربعة والإثنى عشر؟ دائماً كنلاحظوا العدد الكبير اللي هو إثنى عشر ثم كنقول هل هناك عدد إذا ضربت فيه أربعة أحصل على إثنى عشر بصيغة أخرى هل إثنى عشر من مضاعفات أربعة؟ هل إثنى عشر من مضاعفات أربعة؟ إذن دائماً أول تساؤل ترحوا قبل ما توحدوا المقامات أن هذا العدد الكبير اللي عندكم في الكسر في المقام المقام الكبير نشوفوه هل هو من مضاعفات المقام الأصغر إذن نهم أربعة إذا ضربتها في ثلاثة أحصل على إثنى عشر إذن هنا رأي إثنى عشر رأي من مضاعفات العدد أربعة وبالتالي لكن الإثنى عشر من مضاعفات أربعة فهد الإثنى عشر كتكون هي المقام موحد ما غنحتاجوش نديرو الطريقة اللي علمتكم سابقة اللي هي أننا نضربوه أربعة في إثنى عشر لا غتكون إثنى عشر هي المقام موحد لأنها هي من مضاعفات أربعة وبالتالي هيكون عندنا المقام موحد هو إثنى عشر هنا الخمسة لن تتغير لأن المقام لم يتغير شو اللي غي تغير؟ غي تغير هاد البسط الأول إذن أربعة في ماذا دربتها لتصبح إثنى عشر دربتها في ثلاثة وبالتالي البسط كذلك أضربه في نفس العدد اللي هو ثلاثة ثم ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة وبالتالي نكون قد وحدت المقامات بطريقة صحيحة هي رأى الطريقة السابقة صحيحة ولكن في هذه الحالة الخاصة اللي كيكون أحد المقامين هو من مضاعفات المقام الآخر فمن الأحسن أننا نختاروه هو المقام موحد وما نقوموش بعمليات الضرب كما علمتكم صادقا وما زال نخدم معكم أمثلة أخرى باش تفهموا أكتر يلا لنأخذ مثالا آخر إثنان على خمسة ثلاثة على خمسة عشر إذن نفس طريقة نلاحظ أولا المقام ونتساءل إذن المقام الأول هو خمسة والمقام الثاني هو خمسة عشر إذن خمسة عشر هو المقام الكبير إذن نرجع للمقام الصغير هل خمسة عشر من مضاعفات خمسة؟ يعني هل هناك عدد إذا ضربت فيه خمسة أحصل على خمسة عشر؟ نعم بكل تأكيد فخمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر وبالتالي هاد خمسة عشر غتكون عندنا هي المقام الموحد إذن خمسة عشر هو المقام الموحد ما نحتاجهش ندره عمليات الضرب كما شفنا سابقا ثلاثة لن تتغير في البسط الثاني حيث خمسة عشر لم تتغير إذن في ماذا دربت خمسة للحصول على خمسة عشر؟ إذن ضربتها في ثلاثة إذن البسط كذلك أضربه في ثلاثة وإثنان في ثلاثة تساوي ستة وغنكون وحدة المقامات بكل سهولة إذن الآن غنمروا لطريقة ثالثة لتوحيد المقامات واللي كنظن أنه هي الطريقة الصحيحة والمل الأحسن هي اللي تبقوا أنكم تتبعوها خاصة مني غنتعرفوا على الاختزال وأهمية الاختزال في الجمع وطرح الأعداد الكسرية وفي عمليات أخرى فهذه الطريقة اللي نعطيكم الطريقة التالية يعني بحلقة تسهل علينا الحسابات وكتعطينا الأعداد مختزلة مسبقا إذن نمر الآن لطريقة المولية وكما قلت لكم بأنه كنصح بهذه الطريقة هي اللي تكون معتمدة طبعا بعد ما نشوفوه هل هناك علاقة بين المقامين يعني إن كان أحدهما من مضاعفات الآخر إن كان لا فهذه الطريقة اللي أعطيتكم في الأول هي طريقة سريعة نعم ولكن إن كانوا اللي ندخلوا في الاختزالات وفي مجموعة من الأمور فكتبقى هذة الطريقة تكون هي الأفضل للاستعمال وسهلة ضغيان نتعلم لها إن شاء الله إذن لاحظوا معي هذه العددين إذن لدينا واحد على ثلاثة واثنان على سبعة إذن الطريقة هي أننا كننخذ المقام الأول اللي هو ثلاثة وكننخذ المقام الثاني اللي هو سبعة وكندروا واحد الجدول اللي كندروا فيه المضاعفات هذه العددين بكل بساطة إذن ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في اثناني ستة ثلاثة في تلاثة تسعة ثلاثة في أربعة اثنى عشر ثلاثة في خمسة خمسة عشر ثلاثة في ستة تمانية عشر ثلاثة في سبعة واحد وعشرون ثم نمر للمضاعفات سبعة سبعة في واحد سبعة سبعة في اثناني أربعة عشر سبعة في تلاتة واحد وعشرون هنا لنأتمم لماذا؟ لأن الهدف من هذا الجدول هو أنني ألقى شنو العدد اللي غادي تكرر في الجدولين أول عدد غادي تكرر في الجدولين يعني غيب لي في جدول ديال الضرب ديال ثلاثة وفي جدول ديال الضرب ديال سبعة كما لاحظتوا توقفت عند توقفت عند هنا عند 21 لماذا؟ لأن بلية بأن 21 ها هي كينا هنا تكررت في جدول ثلاثة وبالتالي هد 21 اللي كتعاود هنا وهنا كنسميوها المضاعف المشترك يعني اللي مشارك بيناتهم وهو اللول يعني الأصغر يعني غلقوا مضاعفات أخرى لكن من الجدول رغلقوا أعداد أخرى هنا وهنا في جدول ثلاثة وفي جدول الضرب ديال السبعة ولكن احنا كناخدوا أول عدد تكرر هنا وهنا وكنسميوه المضاعف المشترك الأصغر إذن كما كتلاحظوا هاد المضاعف المشترك الأصغر اللي هو اللي كي يكون عندنا هو المقام الموحد احنا غيب قلينا البسط إذن في ماذا ضربته شوف جدول الضرب ديال ثلاثة في ماذا ضربت هالثلاثة اللي هي المقام باش اعطاتني للحصول على 21 إذن ضربتها في سبعة إذن ضربناها في سبعة إذن نفس العدد نفس العدد اللي ضربنا فيه المقام اللي هو سبعة نضرب فيه البسط واحد في سبعة كذلك إذن كم تساوي تساوي سبعة نمر الآن إلى المقام الثاني اللي هو سبعة إذن شوفوا جدول الضرب ديال سبعة في ماذا ضربت سبعة للحصول على واحد وعشرون إذن ضربتها في ثلاثة ضربناها في ثلاثة إذن نفس الشيء البسط كذلك أضربه في ثلاثة فنحصل على ستة إذن أظن بأن الطريقة مفهومة وبسيطة وسهلة هالطريقة كتعطينا أصغر مقام بالنسبة للطريقة الأولى اللي اعطيتكم بالنسبة للعملية الضرب فهي كتعطينا مقام كبير جدا هالطريقات كتعطينا أصغر مقام وممكن نأكدها لكم أجل ناخده أمثلة أخرى باش تتفهموا كيفاش هال أصغر مقام والأهمية دياله إذن نأخذ مثالا آخر إذن واحد على أربعة وثلاثة على عشرة إذن طريقة الأولى اللي اعطيتكم إذن قلنا أننا قبل من نقوم بعملية توحيد المقامات كنت نطرح دائما تساؤل حول العلاقة بين المقام الكبير مع المقام الصغير إذن عندنا عشرة مع الأربعة هل عشرة من مضاعفات أربعة أو بطريقة أخرى هل هناك عدد نضرب فيه أربعة للحصول على عشرة إذن لا يوجد أي عدد نضرب فيه أربعة للحصول على عشرة إذن كيف قلنا الطريقة السريعة اللي اعطيتكم اللي هي قلنا بأننا نضرب أربعة في عشرة بكل سهولة نضرب المقام في المقام أعطينا أربعون يعني المقام واحد هو أربعون أجينا نضرب الطريقة الأخيرة اللي اعطيتكم ونشوفوا الفرق بينه وبين الطريقة الأولى اللي اعطيتكم إذن قلنا بأننا نضرب جدول دي المضاعفات أربعة ومضاعفات عشرة ننشوفوا في واحد أربعة في واحد أربعة إحنا نمشو بالصف بالصف عشرة في واحد عشرة نضرب الآن في اثنان أربعة في اثنان تمانية وعشرة في اثنان عشرة كي بلنا بأن مضاعفات عشرة أكبر بكثير من مضاعفات أربعة إذن نحن نخدموه لمضاعفة أربعة حتى نوصله تقريباً لعشرة أنا عاد نكمله هنا إذن في ثلاثة أربعة في ثلاثة اثنى عشر هنا رغا تقول عبنى ثلاثة إذن في أربعة ستة عشر ممكن هلا نكتبوه أربعة ثم في خمسة عشرون إذن كماذا تلاحظون الآن؟ إذا لحتم الجدول الأول جدول مضاعفات أربعة وجدول مضاعفات عشرة هل من عدد تكررة في الجدولين؟ إذن كنلاحظوا بأنه عشرين راها تكررت مرتين إذن كن نسميوه هذه عشرين؟ عشرون نسميها المضاعف المشترك يعني المشترك بيناتهم الأصغر الأصغر لأنه راه هناك العديد من المضاعفات المشتركة اللي ممكن لقى إذن اللي كملتو جدول الضرب دي الأربعة را نوصلو الواحد أربعة في عشرة تسوي أربعون أربعة في عشرة تسوي أربعون وغلقوا أربعون تهيئا غد تعاود مرتين ولكن إحنا كنناخدوه من الأحسن المضاعف المشترك الأصغر إذن وجدنا بأنه المضاعف المشترك الأصغر هو عشرين إذن هي المقام الموحد كيف قلنا الآن سنلقوا البسط إذن في ماذا ضربنا أربعة للحصول على عشرين أربعة ضربناها في ماذا للحصول على هذا العشرين في خمسة إذن أربعة ضربناها في خمسة البسط كذلك نضربه في نفس العدد في خمسة واحد في خمسة تسوي خمسة نمر إلى الكسر الثاني في ماذا ضربنا عشر للحصول على المقام الموحد لهو عشرين ضربناها في إثنان إذن في إثنان إذن نضرب ثلاثة كذلك في إثنين ثلاثة في إثنان تسوي ستة إذن ممكن تاخدوا أمثلة أخرى وتطبقوا عليها هذه الطريقة وإن شاء الله الحصة المقبلة سيكون لدينا تمارين أخرى التي ستطبقها في عمليات في عمليات الجمع وطرح الأعداد الكسرية إلى هنا تنتهي حصة اليوم أتمنى أن يكون الشرح قد كان واضحاً وأن إنجازكم لتمارين على كتبكم الدراسية لم تجدوا صعوبة في ذلك في التعليقات تساؤلاتكم وإن شاء الله سأجيبكم عليها في الدروس المقبلة إن شاء الله إلى درس مقبل أتمنى أن أجدكم في أفضل حال إلى اللقاء